اهلا بكم من جديد قال مصدر امني بمحافظة اسوان المصرية ان وزير الدفاع الاسبق المشير حسين طنطاوي التقى مسؤولين محليين بالمحافظة وذلك لبحث تهدئة مواطنين محتجين على بيع اراض من منطقة النوبة جنوبي مصر واضاف المصدر الامني ذاته لوكالة انباء الانادول ان الاجتماع بين طنطاوي ومجد حجازي محافظ اسوان ناقش وضع حلول لمشكلة اعتصام النوبيين بطريق ابو سنبل السياحي باعتبار المشير طنطاوي احد ابناء قرية ابو سنبل النوبية وقبل يومين تجمع العشرات من اهالي النوبة من مختلف القرى والمحافظات في طريقهم الى منطقة تشكا تحت مسمى قافلة العودة النوبية وذلك بغرض زيارتها والتعبير عن اعتراضهم على قرارات الدولة بشأن مشروع المليون ونصف مليون فدان والذي يتضمن بيع اراضي من بينها تشكا وقرية فرقندي النوبية للحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا في الستوديو الكاتب الصحفي لستزوائل قنديل ارحب بكم يا لستزوائل وينضم الينا عبر الهاتف من مقر اعتصام لجنات العودة النوبية السيد طارق كاسو ناشط نوبي اهلا بك معنا سيد طارق نعم وكذلك ينضم الينا من مقر الاعتصام بطريق ابو سنبل سهام عثمان عضو تنصيقية لجنة العودة النوبية ورحب بك معنا استاذ سهام اهلا بحضرتك اسمحي ليأبدأ مع الاستاذ طارق ان يطلعنا على اخر المستجدات فيما يخص الاعتصام وما جد فيما يخص الماضارة من النقشات بينكم وبين الحكومة طارق تفضل اهلا بس اعوذرنا على الصوت احنا هنا بس بنعين من الشمس الصبح والبرد بالليل فاصر النفس وسيخ حالينا طبعا فعافوا على الصوت pontين نائب قائد طريقة الجنوبية طبعا ما كانش عن ضمن المعلومة واستاذ المعلومة قوم اضمنوا على الاول علىلم ملواجدين جم هنا اطمنا على الفضول الجديد من المعتصمين. اه. جم عشان يسمع ويقولوا للنبيين ان احنا معكم. اه بشكل اه تفاودي يعني. نعم. جم قاعدوا اه سمعوا المطالب النباية. اه. اه. يعني حتى يحملوها لكيادات الجيش الكبرى. اه. بناء على اللي تم كالتالي ان النبيين اللي طلبه بكفعيل المتلين. المتلين في تزلال. المتلين في تزلال. الدستورية. طيب. اه. وستاذ طارق عفوا لعل اجهات صوتك من وجودك داخل الاعتصام مع وجودك في منطقة مفتوحة والهواء. يصعب ان احنا نواصل الاتصال بسبب يعني رداءة الصوت. فسمحنا وخلينا نكمل مع الاستاذة سهام عثمان وعضو تنسيقية لجنة العودة النوبية. مشكرك استاذ طارق كاسو الناشط النوبيو. الف سلامة على صوتك. استاذة سهام لعلك تكملي ما بدأه الاستاذ طارق ان هناك كان نقاش دارة بين المعتصمين وبين بعض من نابع عن الدولة بشكل او باخر. هل وصل لأي شيء وفق عالمك ام لا? هو لسه ما وصلش بس احنا مبدئيا سلمناهم ورقة بالمطالب اللي طلع بيها الاعتصام من اه من قبل خمسة نوفمبر. اه. اه. وهما قالوا احنا هنوصل المطالب دي و هنوصل صوتكو. اه. وهن ونقعد على طولة المفاوضات وهنعرف اه وان احنا متواصقين مع اغلب النقاط اللي قلتوها وما فيش كلاف عليها بس محتاجين نتحاور فيها ونقاف نعرض في منطقة وسط. مراسة لحلول وسط يعني. هم. 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 فالشباب الاعتصام قالوا له احنا ما عندناش مشكلة قد ونتفاوض بس اه احنا هنفضل معتصمين الغاية اه مبدئيا اه الغاء المزادات على الاراضي النوبية. هم. ونقدر بعد كده ننفذ اه خطوة خطوة او واحد واحد من مطالبنا. هم. بس طول ما المزاد شغال طول ما الشباب مش هيصيب الاعتصام. وكان ردهم ايه عليكم يا استاذ سيهام. قالوا احنا هنوصل مطالبكو دي واحنا جينا النهاردة عشان نسمعكم مطالبكو دي مسموعة وهنوصلها. هتعتبر امانة عندنا. ما عندناش مشكلة خالص ان احنا نوصلها وانتو اهل مصر وانتو اهل مصر واتفضلوا وقعدوا معين شوية وبعد كده نش. عفوالي استاذ سيهام. اه 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 اSON كل المشير محمد حسين التنطوي إلى أسوان هل انعكس ذلك بالإجابة على قضياتكم؟ هل تواصل معكم شخصياً أو عبر وسيط أم لا؟ لا نحن لغاية دلوقتي ما عندناش معلومة أكيدة نحن من مبارح سمعين أن سيادة المشير التنطوي هيبقى موجودة في أسوان بس كلها كلامي نحن معنى أقشفهم على موصل موصل صحيح هو وكالة الأناضول أكدت وصوله لأسوان وأكدت وكمان أنه هو التقى بمحافظ أسوان طيب خليني أسألك وجود المشير التنطوي هو واحد من أبناء النوبة وأبناء أبو سنبل ده يضيف لقضيتكم يعني يقويها ويدعمها أم لا؟ والله هو وصول المشير التنطوي على رحمة من فوق عشان هو واحد مننا وأكيد يضيف لقضيتنا طول ما هو هيبقى مع الشباب الاعتصام ومع مطالبه بس إحنا متخوفين أن يكون وجود المشير التنطوي يكون إحراج ليه عشان هو واحد مننا وإحراج ليه عشان هو واحد من الجهات التمشيزية أو مثل نجلس الأسكال طيب أنا ما قرأت عن بعض النشطاء وبعض المعتصمين قالوا لا إحنا مش عايزين نقابل أي حد بما فيهم حتى المشير التنطوي لأن إحنا مطالبنا وضحة ومحددة إلغاء قرارات صدرت من الرئيس السيسي وإعادة هذه الأراضي لأهالي النوبة والكلام ده صحيح أم لا؟ لا لا إحنا مش مش هنقابل أي حد مش هنتحرك من الاعتصام عشان ما نضعفش عددنا في الاعتصام ولا نتحرك لأسوان تحت عشان نقض في أي فنادق أو كده اللي محتاج يقابلنا ويحتاج يقابل شباب الاعتصام يتفضل يتواجد في مكان الاعتصام حتى الكلام ده يسري على المشير التنطوي نفسه حتى لو هو عايز يقابلكم يجيلكم الاعتصام آه يتفرف يتفضل يتجهنا والمكان الاعتصام معروف ومفتوح ويتفضل يقابل وصينا وصي أهله وناسه وهيبقى مرحب بيه جدا ومفيش حد هيتكلمه كل اللي في الاعتصام بيقوله ده واحد مننا وعمرينا ما هنحرجه وعمرينا ما هنصغر به بس هو هيجي يقابل وصينا ويتكلم معانا ويسمع مطالبنا ومعندناش مشكلة نتكلم مع أي حد ونبعت ورقة المطالب واحد واثنين وتلاتة وعشرة طيب أرجو أن تبقي معايا أستاذ السهام سأعود إليك مرة أخرى لكن أستاذ ويل تأخرت عليك كثيرا عفوا وجود المشير تنطاوي وذهابه إلى سوان لحل أزمة أبناء النوم كيف ترى يعني أنا أرى أنه تنطاوي وما يمثله تنطاوي هو جزء من المشكلة من جزء المشكلة أنه هو بالتالي لا يمكن أن يكون حلا يعني نحن بنذكر أنه من 2011 منذ أن كان في السلطة المشير تنطاوي وهناك يعني سخونة وتوتر في هذه المنطقة ونذكر أحداث قرية الماريناب وبالتالي أنا لا أفهم لماذا المشير تنطاوي هناك وبأي صفحة يعني هل واحد من أبناء النوبة وأبو سنبه يعني هناك العديد من أبناء النوبة والوجوه المقبولة التي تستطيع أن تلعب دورا ولكن هو رايح باعتباره أنه يعني المرشد الأعلى للدولة العسكرية في مصر يعني حتى زيارته للتحرير كانت في هذا الإطار الراجل هو آية الله العسكري يعني وبالتالي هذا يعبر عن أن هناك أزمة حقيقية بين النظام والنوبة هو يتخيل هل يتخيل عن فتاح السيسي مثلا أنه تنطاوي بما له من أصول نوبية وقادر على أن يعالج هذا الملف وهذا غير صحيح على الإطلاق لأن هذا الملف إحنا يعني تتكلم فيه قضية تعود إلى العام 1902 يعني منذ خزان أسوان ومنذ تعليقات خزان أسوان والقضية النوبية وصلت إلى الحد الكارثي الذي صرنا معه نتحدث عن حق عودة النوبيين الآن الموضوع باختصار هو أنه أراضي النوبة بتنتزع لكي يعني يصنع بها عبد الفتاح السيسي واهمة جديدة اللي هو الواهم العظيم مشروع المليون ونص ما عرفش فدام فهو يأخذه عشان يعمل به شوء تلفزيوني على حساب أهالي النوبة مرة أخرى الذين هم يدفعون الثمم كما قلت لك منذ بداية القرن الماضي من 1902 وحتى هذه اللحظة هذا مربط الفرص في القضية أنه المؤسسة العسكرية الحاكمة الآن أو الدولة العسكرية النظام العسكري الآن يريد أن يفاقم أوجاع النوبة المتوارثة عبر أقصر من قرنين من الزمان لكي يضيف إليها وجعا جديدا بأن يأخذ أرضهم بدلا من أن يمنحهم حق العودة كما تنص على ذلك مواد دستورية في مادة في الدستور بالمناسبة بتنص على حق العودة لأهالي النوبة مرة أخرى هو هذا الآن بهذا الإجراء بانتزاع الأراضي وتوزعها على المحاسيب ومستثمرين ورجال أعمال وتمانين في المئة من الاستثمار الأجنبي بالمناسبة بينصف بمشروع المليون ونص أنه فيه تمانين في المئة للاستثمار الأجنبي وعشرين في المئة للمصريين فأنت الآن لديك قضية تهجير أخرى أنا لدي هنا النقطة سعود بي لأنه للحقيقة هم من تحدثوا على أن الأولوية ستكون لأبناء النباء دا سؤالي القدم لحضرتك لكن يا أستاذ السهام النهاردة اجتمع رئيس الوزراء باربع من أعضاء مجلس النواب النائب مصطفى بكري ومحمد الغول والنائب سيد حسن وعمر أبو اليزيد هل تمخض هذا الاجتماع عن أي شيء مفيد لقضيتكم أو على الأقل أي وعود أم لا؟ لا أحنا لم نسمع عن أي قرارات اتخذت بعد الاجتماع نسمعنا فعلا أنه فيه اجتماع ونحن نستفى الاعتصام الغيب بالوقت وما نسمعناش أي أضبال عن الاجتماع كانوا بيقال أن كان تم التضييق عليكم في الاعتصام عدم دخول الطعامة ومياه وما إلى ذلك هل حلت هذه المشكلة أم ما زالت قائمة؟ لا بالضبط ما فيش كان من أول مبارك بالليل ما فيش أي عربية بدخل بأكل أو كان فيه مياه مقطوعة من مدينة ودي فاركر عشان الشباب الأعتصام يدروا يوصلوا لها ويجيبوا مياه بس النهاردة أطر المياه وصلت لوادي كاركر وقدرنا نجيب مياه لشباب الأعتصام وقدرنا ندخل أكل أكل البنات يعني البنات قدروا يدخلوا الأكل شكرا جزيلا سيها مع أطمان وضو تنصيقية لجنة العودة النوبية وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أسوان المحامي محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان رحب بك معنا أستاذ محمد الجديد في ظل وجود المشير تنطاوي في أسوان وانا أكسات ذلك على مطالبكم ومطالب أهل النوبة ما هو سيد عزمي والله لسنا نفسي جديد بشكل محدد ولدي دعوة رسمية حتى توجهت لنا كمنستقيم في قافلة العودة النوبية نحن نسمعنا أخبار الأخبار التي توردت إلينا برضي حضراتكم كده من المشير حسين تنطاوي موجود ومن الدكتور علي عبد العالي رئيس البرلمان برضي موجود بس لم توجه لحب الأمن دعوة رسمية لنا أننا نقعد فيمكن بآخر الأخبار بس لنا برضي يعني إذا وجهت إليكم دعوة رسمية للقاء عدد منكم للمشير بالمشير تنطاوي هل ستذهبون إليه؟ أحنا أكيد هنقابل للمشير تنطاوي مفيش عندنا مشكلة مع أحد وهنشوف برضو يعني يعني اللي ممكن يقدمه بينا يعني من توفير مطالب أو قبول المطالب اللي احنا مضحها كل الوقت اللي هي القول النوبية ونشوف هل هذا أصلي فعلا أستاذ عزمي طيب لأسف انقتلت صالبيني وبين الأستاذ محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان على التحال أشكر شكرا جزيلا وأذهب الآن لزميلي عمر فياض ليعرض على حضرتكم عدد من تعليقات مشاهدين فيما يخص سياق هذا الموضوع تفضل لعمر هناك الكثير من التعليقات منذ الأمس ومنذ طرح هذا الموضوع وتم التدول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا بالسرعات ما جاءنا على فيسبوك من التعليقات على صفحتنا محمد عصام يقول لكم الله يا أهلنا النبيين عبد النصر هقركم ولم ترجع إليكم يقصد بهنا الأرض أما فضل حسن فأقول النبيون جزء من الشعب المصري ولهم الحق في أرضهم التعليق التالي لشيماء عبد المجيد تقول أنت عوزين تسروا أرض الناس ولا إيه وتنطوي رايح يعمل إيه هناك شكله هيطلع بفلوس حلوة منها هكذا تفسر زيارة تنطوي إلى هذه الأراضي ومصطفى رمضان يقول العسكر لا يعترفون بحقوق الشعب في الأرض أو في حتى الحياة فهم يعتبرون أن أرض أو أرض الدولة هي أملاكهم أو كأي شيء آخر في الدولة وأن الشعب مجرد مقيمين ليس لهم سوى الأكل والشرب ويسمعوا ويطيعوا هذا ما هو مفروض عليهم كما يقول مصطفى أحمد هريد يقول الحكومة فشلة وقاررتها هتودي البلد في داهيا ومجلس شعب كل مصالح لا يدري شيء عن الشعب والله لو استمر هذا الوضع البلد هتضيع بلاش نفرأ بين المصريين التعليق التالي يقول ليعرفات يقول فيه الملف النوبي شديد الخطورة وأي استفزاز لهم هو خطأ حتى لو تنازلت الدولة عن جزء من خطتها لضمان عدم حدوث توتر مع أهل هذه المناطق قل أن ننتقل إلى تويتر وما عليه من بعض التغريدات بذات الموضوع ريحانة تقول ظهور تنطوي بالنوبة دلالة أن الوضع بالنوبة تفاقم وأن السيسي لا يجرؤ على إرسال أحد رجاله ويحاول استمالة أهل النوبة ببقايا نظام سبق لعل العاصفة تهدأ التعليق التالي أو تغريدة التالية لهذه المشاركة تقول أهل النوبة عايزين يرجعوا أو عايزين يرجعوا الأراضيهم يزرعوها ويبنوها يعني لو ده مش تعمير يبقى إيه هو التعمير يعني زراعة وعمالة وتنمية هو الموضوع صعب ليه في فهم ما يريده أهل النوبة التعليق التالي أو التغريدة التالية لصدفة تقول النوبة مش لون أسمر ورسم حنة وغاني منير وبيوت ملونة ورأسة فيلم مافيا لا النوبة تاريخ قائم بذاته وعادات وتقاليد وتراث يخلق دولة كاملة كما تقول هذه المغردة أما عمر فيقول حتى أهل النوبة الطيبين لم يسلموا من بطش النظام الذي يريد أن يبيع أراضي الدولة وأراضي الأجداد ويرفض عودتهم إليها النبيين أهلنا كما قال آخر ما لدينا من المشاركات ليس يقول قد تأتيكم الثورة من الجنوب مثل ما يأتيكم النيل من الجنوب أيضا أنتقل بكل هذه التعليقات مرة أخرى شكرا جزيلا عمر واضح أن في حالة تعاطف كبيرة مع مطالب أهل النوبة في مصر حقيقة كنت أسألك على الأولوية أعطتها الحكومة لأهل النوبة على الأراضي المليون ونصف مليون فدان لكن خلينا أسألك البعض بيقول ما نحن النهاردة لو حققنا مطالب أهل النوبة ودناهم جزء من تشكا والقبائل العربية على حدود ليبيا طلبت جزء آخر أليس هذا يضر بأمن مصر؟ كوازك في قضية نحن للأسف الشديد عندنا الآن قضية نوبية يعني تشخيل داخل مصر قضية نوبية تشبه القضية الفلسطينية مع العدو الصوي النبيون لديهم قرارات بتعويضات وبعودة منذ قرن ونصف من الزمان على الأقل ونستطيع أن نتوقف عند محطات مهمة يعني 1932 1944 64 مع تحويل مجرى النهر هناك قرارات بتنص على عودة النبيين للأرض يعني القضية الآن أن أكثر من يدفع أثمانا لصناعة تاريخ مصر وأكثر من يضحون لخدمة القضية الوطنية الكبرى هنا النوبة وهنا سيناء يتم التعاون معهم بهذا العصف وبهذا التنكيل الآن نحن بصدد سيناريو وبالمناسبة يعني الشرارة التي فجرت الأحداث في النوبة في الأيام الأخيرة هي موضوع الأراضي المليون ونصف الدين ولكن أنا أسمع منذ أربعة أشهر على الأقل من شخصيات نوبية عديدة في الداخل وفي الخارج على أن هناك احتقان شديد جدا وهناك ممارسات للشرطة وللأجهزة الأمنية ضد أهالي النوبة لا تقل بشاعة عما يجري في سيناء بل قيل لهم لفظا سنصنع فيكم كما صنعنا في سيناء يبدو لي أن المستهدف الآن هو هناك تصور ما لتهجير هذه المنطقة لإخلاء هذه المنطقة كما أن سيناريوهات إخلاء سيناء لا تغيب على أحد عفوا فكرة أن هي التطييف هنا يعني هو بيقولك مصطفى بكري حتى النهاردة قال عضو مجلس النواب قال في وعد صريح من الرئيس عبد الفتاح السيسيون رئيس مجلس الوزراء أن الأولوية هتكون لأبناء النوبة وفق الشروط العامة مش لفكرة التطييف أن أنا أدي الأبناء النوبة هذه قططة لكن يدخلوا ويأخذوا أن يديهم أولوية ومتى صدق وعد لهذا الذي يقال أنه رئيس متى صدق في وعد واحد يعني الوعود التي تحدثت عن سيناء ماذا حصلت سيناء بعد كل هذه الوعود يعني كل الكلام عن أننا أهلنا وأخوتنا في سيناء والتنمية والتعمير ماذا حصل وغير قتل أطفال وتدمير منازل وإبادة جماعية وبالتالي أنا لا أصدق يعني الظلم الواقع على النوبة هناك في قضية عنصرية للأسف الشديد ويؤسفني أن أقول ذلك هناك تعامل من الدولة على مدار عصور طويلة جدا بشيء من العنصرية وبشيء من الاستعلاء على أهالي النوبة لماذا؟ لدرجة مثلا سأذكر لك مثلا يعود إلى 1944 عندما صدر قرار من مجلس الوزراء أو في ذلك الوقت من الجهات الرسمية بتعويض أهالي النوبة بـ 406 التفدام في منطقة ما؟ تدخلت وزارة الزراعة وقالت أن الأراضي التي يوعد بها النبيون للتعويض أكثر خصوبة وأكثر جودة للزراعة من الأراضي التي ترد منها فلا بد أن نعطيهم نأخذ هذه الأراضي لمصريين آخرين ونعطي لهم أراضي أقل جودة في الزراعة منهم موقف لي طالما أنهم ما بيتكلموش على دولة أخرى وكلموش على حكم ذاتي وكلموش على ثقافة مختلفة للأسف الشديد هذه الثقافة عنصرية موروثة منذ عقود طويلة ولكنها بما أننا بنعيش في عصر استبداد عسكري وديكتاتورية عسكرية محوطة بفاشية مجتمعية شديدة من الضروري هنا أو من المنطقي أن تنشأ هذه النعارات العنصرية مرة أخرى نحن شفنا في مسؤولين بيتحدثوا عن امتهان للون البشرة وامتهان لللهجة وكل ذلك في حين كما قلنا للأسف الشديد كما حصرنا قضية سيناء وأطلقنا عليهم بدو سيناء وليس مصري سيناء للأسف الشديد نحن نتحدث عن النبيين على أنهم المواطن النوبي أو الإنسان النوبي وليس المصري ذو البشرة الصمراء الموجود في النوبة وفي أماكن أريد أن أرجع لموضوع المشيخ تنطوي مرة أخرى وما قيل ظهوره في أسوال قبل ذلك ظهوره في التحرير على حد علمي أن دائما الدولة المصرية لا تعطي لرجل هذه المساحات ليس في السلطة من مبارك والسادات وعبد الناصر إذن لماذا المشيخ تنطوي هذا الذي تراه في واجهة السلطة لا يملك من أمره شيئا هذا مجرد واجهة للتنفيذ عبد الفتاح السيسي هذا الصنم ولكن أنا أستطيع أن أزهم أنه أنا بدأت هذه الحالة ووصفته بأنه هو المرشد الأعلى للنظام العسكري في مصر يعني على طريقة ولاية الفقية في إيران هناك رئيس للدولة هناك مرجعية روحية تنطوي يلعب هذا الدور في نظام عبد الفتاح السيسي تنطوي حماسه للانقلاب على الدكتور محمد مرسي وعداءه لثورة يناير هو الأصل في القضية الواجهة ممكن تكون عبد الفتاح السيسي ممكن تكون أي جنرال آخر ولكن هذا الرجل لديه ثقر تاريخي مع أي شبهة اتجاه إلى حكم مدني ولديه ثقر تاريخي مع الاعتصامات أنا ربما أفهم أن السبب الوحيد الذي يدفعهم الاختيار تنطوي لكي يزب إلى النوب أنه خبير في سحق اعتصامات كما رأينا منذ 2011 وحتى شكرا لك أستاذ واكيد وإن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن خدر صالح وهو ناشط نوبي ورحب بك معنا أستاذ خدر أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك نعم أنت وأنت في الخارج كيف تنظر للقضية النوبية الآن هل تعتقد أنها في طريقها للحل وستنصاع الدولة في النهاية لمطالب النبيين أم ستزداد تعقيدا عن ذي قبل والله يعني أنا شايف الموضوع أن نحن في مأساة النبيين عمتا في مأساة وفي عنصرية لدرجة أن الواحد يعني النظام يخلي مثلا أن يكرهوا البلد اللي هم عايشين فيه لو أولا لو إحنا شعب هم مش عايزيننا أن نحن نعيش وللنا على أي دولة تانية ومشوا النبيين كلهم لكن كام عن الشرطة والناس اللي ماتت والضرب والإعانة يا أخي الأستاذ مرتضى منصور جي يكلمني عليك الدول الخدمين وبوابين يعني الصراحة معزلة معزلة أنا مش عارف ليه بيعملوا معنا كده مع أن إحنا أكد أفندم أفندم أعفن أنا مش عايز أقطعك لكن البعض كان بيتحدث عن تدويل القضية تدويل قضية وبعض الحقيقة معظم الأصوات رفضت ذلك لكن فكرة التدويل هل هي في صالح أهل النوبة ومطالب أهل النوبة المصريين بالطبع الدولة يريد تحل المشكلة دي يعني إحنا ليه بنفكر في التدويل لأن أصلا أصلا الدولة مش عايزة مطالب النوبة كلها مش عايزة تتحل غير العنصرية يعني حسيت أن فيه عملية منهجة أنك الناس ذي ازاي تمشيها من مصر عمتها نعم أستاذ غضل يعني لدرجة الوقت أفندم؟ دخول المشير تنطوي على خط الأزمة هل تعتقد أن ذلك في صالح قضيتكم؟ الله إحنا نتمنى القضية تتحل إحنا أو إحنا بنتلب حاجة لله إحنا بنطالب بحقنا وجود المشير تنطوي ماذا يعني لك؟ والله أنا صراحة أم كل واحد يتكلم وكل واحد وياريت ولا يحلوا ولا لأن الناس ذي من زمان وإحنا مضطهدين من أيام جمال عبد الناصر من إمتى إحنا ما طالبنا ما بتتحققش؟ من إمتى؟ طيب فكرة أن البعض بيتحدث أن لأت دولة في الآخر لازم تكون لها اليد العليا بمعنى أن هي التخوف على أساس أن أنا أعطي أراضي لأهل النوبة على أساس طائفة فتطلب القبائل العربية على حدود ليبيا أن هي تأخذ أراضي وهكذا يعني مشكلتنا طالما دخل فيها أن هم بتهجم علينا بالسلاح مشكلتنا هتبقى زي دارفور وأنا بقول لك أهو وأنا عارف لأن إحنا أصلا شعب طيب ما عندنا كلنا عندنا الأدب والأخلاق وعندنا يعني معروفين إن إحنا شعب طيب وشعبهم بس يتهجم عليهم بالسلاح وإدربهم يا أخي أقول لهم إن لو ما كانش كده أقول لهم والله إحنا مش عايزينكم في مصر أشوفوا لكم أي دولة تانية تتهجروا فيها مش بالطريقة دي للحقيقة أستاذ خضر لم يقل أحد من السلطة وحتى من المجتمع أنه ضد أهالي النوبة وهما المصريين في الأساسية المسألة كلها مسألة خاصة بالأراضي ومشروع المليون ونصف مليون فدان وبيتكلموا أن الأولوية ستكون لأبناء النوبة وبالتالي يتقدموا ويعرضوا حقهم نتمنى الكلام ده بس الكلام ده مش هيحصل يعني أنا بقول نتمنى أنه ما يكونش في مشاكل لكن الكلام ده أصلا مش هيحصل غير العنصرية النوبة دلوقتي أكنه مش حد في بلد عنصرية والضهاب وضياع يا أخي النوبين السياحة بقالها حوالي خمس سنين النوبين خدوا من النوبين عمتا ما فيش أشغال ليهم وينات بعد النوبين مسلمين تروح تتقدم عليهم بالسلاح يعني وغير الناس اللي في السجون اللي هو حبسنهم القضية بتاعت ديبوت طيب أنت متوقع إيه موجة طارق يعني متوقع للقضية إيه قضيتكم وقضية أبناء النوبة ومطالبكم عن ماذا ستصفر نوجة طارق والله إن سول الدولة طالما هي شايفة الموضوع ده مش عايزة تحل يقولوا لهم والله أنتوا شعبي مش مرغوب فيكم ومشوهم هنعمل إيه يعني نعم شكرا جزيلا السيد خضر صالح ناشط نوبي كنت معي عبر الهاتف من لندن هل تساشحر حالة يائس من عدم من المستقبل الخريف في تنفيذ المطالب وانصياحها لأهالي النوبة ومطالبهم؟ ليه؟ لأنهم جربوا هذه اللغة وهذا الخطاب الرسمي من الحكومات المتعقبة منذ يعني عشرات السنين أكثر من أكثر من مئة سنة وهم بيتلقون نفس هذه الوعود ودون جدوى لدرجة أنه كما قلت حضرتك أنه بينص عليها في قوانين وفي مواد دستورية زي ما تفضلت وقتي المادة 236 بتكون عن حق العودة ومع ذلك لم يحدث شيء يعني وأنا أزعم أيضا أن هذه المرة هو المشير تنطوي ذاهب للامتصاص الغدب ولكن هناك مشاريع بتنفذ على الأرض بنفس الخطاب الناعم جدا الذي يقال في سيناء أيضا ولكن الممارسات على الأرض في منتهى البشاع أخشى أن يعني تصبح لدينا قضية النوبة مثل مأساة سيناء وهذا دا أيضا الأنظمة الفشية يعني لا تعادي كل المقهورين كل المصدعفين في البلاد والقنديل الكاتب الصحفي أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام فاصل ويواصل الزميل محمد دحو فقرات النافذة وفيها نتابع